في القرفة أنزيمات وزيوت تولد بيروكسايد الهيدروجين والعسل أيضا يحتوي على ذلك عندما يتم جمعهما يستطيعان قتل الميكروبات ويمنعان نمو الفطريات كيف نتناول العسل والقرفة لعلاج مجموعة كبيرة من الأمراض والتي سنتحدث عنها بالتفصيل ولكن بعد هذا الفاصل القصير تابعونا السرطان المرضى الذين يعانون من سرطان المعدة والعظام يجب أن يتناولوا ملعقة صغيرة من العسل ومثلها من مسحوق القرفة ثلاث مرات يوميا لمدة شهر أمراض القلب اصنع عجينة من العسل ومسحوق القرفة وادهنها على قطعة خبز وتناولها بانتظام عن الفطور إنها تقلل الدهون والكوليسترول في الأوعية الدموية وتقي المرضى من النوبات القلبية وإذا ما داوم الذين أصيبوا بنوبة قلبية سابقا على هذا النظام فإنهم يبعدون إصابتهم بها مجددا مسافات طويلة واتباع هذا النظام يوميا باستمرار يحول دون احتباس التنفس ويقوي نبض القلب التهاب المثانة اشرب كوبا من مخلوط مقدار ملعقتين من مسحوق القرفة وملعقة من عسل مذابة في ماء فاتر هذا الشراب يقتل الجراثيم في المثانة جهاز المناعة تناول العسل ومسحوق القرفة يوميا يقوي جهاز المناعة ويحمي الجسم من النوبات البكتيرية والبيروسية لقد وجد أن العسل يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والحديد وتناول العسل بصورة دائمة يقوي الكوريات البيضاء التي تقاوم الأمراض البكتيرية والبيروسية مرض العصبي يمكن لمصابي مرض العصبي تناول كوب من الماء الساخن مخلوط بملعقتين من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة صباحا ومساءا إن تناوله بانتظام حتى من المصابين المزمنين بمرض العصبي يشفيهم من مرضهم بإذن الله الكوليسترون أعدوا كوبا من الشاي وأضيفوا ملعقة من العسل والقرفة إليه وبعد عدة ساعات ستلاحظون أن الكوليسترون انخفض بنسبة كبيرة وجع الأسنان أصنع جينة من مقدار ملعقة من مسحوق القرفة ومقدار خمس ملاعق صغيرة من العسل وضعها على السن المؤلم كرر هذه العملية ثلاث مرات يوميا إلى أن تتخلص من الألم النزلات البردية الأشخاص الذين يعانون من النزلات البردية المعتادة أو الشديدة عليهم تناول مزيج مقدار ملعقة من عسل فاتر وربع ملعقة من مسحوق القرفة يوميا لثلاثة أيام هذه العملية ستخلصهم من السعلة المزمنة والرشح وتنظيف الجوب الأنفية تلبك المعدة تناول مسحوق القرفة والعسل يخلص من ألام المعدة ويزيل قرحات المعدة من جذورها ويخلص المعدة من الغازات أيضا التهاب المرارة املأوا كوبا من الماء الساخل وبعد ذلك أضيفوا ملعقة كبيرة من العسل وملعقة من القرفة خذوا هذه الوصفة يوميا واقتلوا بها ميكروبات المرارة سوء الهضم والحموضة رشح مسحوق القرفة على ملعقتين عسل قبل الفطور يقضي على الحموضة ويساعد على هضم أثقل الوجبات الشيخوخة اصنع مشروب من أربع ملاعق من العسل وواحدة من مسحوق القرفة وثلاثة أكواب من الماء اشرب ربع كوب ثلاث مرات أو أربع مرات يوميا إنها تحافظ على الجلد أملسا وناعما وتعيق تقدم الشيخوخة وحتى أن من بلغ من العمر ماء سنة تعمل وظائفه الجسدية وكأنه ابن عشرين سنة البصور الجلدية اصنع عجينة من ثلاث ملاعق من العسل وملعقة من مسحوق القرفة ضع العجينة على البصور الجلدية قبل النوم واغسلها في صباح اليوم التالي بماء فاتر استعمال هذه الطريقة يوميا على مدى أسبوعين يزيل البصور الجلدية من جذورها الالتهابات الجلدية وضع عجينة من العسل ومسحوق القرفة على الأجزاء المصابة تشفي من الأجزما وكل أنواع الالتهابات الجلدية تخصيص الوزن تناول كوب من الماء المغلي بالعسل ومسحوق القرفة بنصف ساعة قبل وجبة الفطور صباحا وقبل النوم مساء يوميا إذا ما أخذ بانتظام يخصص الوزن حتى في أكثر الأجسام سمنة الاستمرار في شرب هذا المشروب بانتظام يحول دون تجمع الدهون في الجسم حتى ولو تم تناول أطعمة دسمة جدا الإعياء إن تناول نصف منعقة من العسل تضاف إلى كأس من الماء مرشوش عليه مسحوق القرفة في الصباح وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر يوميا عندما تبدأ حيوية الجسم بالتدني فهذا يزيد حيوية الجسم في خلال أسبوع التهابات المفاصل املأوا كوبا من الماء الساخن ومن ثم أضيفوا ملعقتين كبيرتين من العسل وبعد ذلك أضيفوا ملعقة كبيرة من القرفة خذوا هذه الوصف الصباح والمساء فهي توقف التهابات المفاصل ولإزالة الألم يوضع جزء من العسل وجزئين من الماء الدافع مع ملعقة من مسحوق القرفة ثم تخلط مع بعضهما لجعلهما مرهما ثم تدلك ببطء حيث موقع الألم في الجسم ستلاحظ أن الألم يزول خلال دقيقة أو دقيقتين الصلع أو تساقط شعر الرأس إن الذين فقدوا شعرهم وأصبحوا في حالة صلع يمكنهم أن يضعوا مزيج من زيت الزيتون الدافع مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة شاي من بودرة القرفة لمدة ربع ساعة على رأسهم قبل الدش وبعد ذلك غسل شعرهم تنشيط الخصوبة إن الذين ليس لهم قدرة في ممارستهم الجنسية أو حدث لديهم ضعف جنسي لسبب ما فإنه يمكن للمريض أن يأخذ باستمرار لعقتين من العسل قبل النوم ستزول المشكلة بإذن الله كذلك يمكن للنساء التي لم يتمكن من الحمل أن يطعطين يوميا من المزيج بمقدار نصف ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من بودرة القرفة ووضع المزيج في الفم تحت اللسة وسوف تمتص المادة في اللعاب تدريجيا إلى المعدة رائحة الفم الكريهة الغرغرة بخليط من الماء الساخن وملعقة صغيرة من العسل ومسحوق القرفة أول شيء في الصباح لكي تبقى رائحة الفم طيبة طوال اليوم فقدان السمع الاستعمال اليومي للعسل ومسحوق القرفة بمقادير متساوية صباحا ومساء يوميا يساعد على إرجاع السمع دمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته